مرحبا حضورنا الكريم أهلا وسهلا بحضراتكم اليوم في بيت المدى ونحن نحضر احتفالية اليوم بوجود فنان الكوميك الألماني المشهور السيد راينهارت توماس والسيد راينهارت هو معروف بفن الكوميك منذ زمن طويل نتحدث اليوم في احتفاليتنا لهذا اليوم التي يقيمها معهد جوتا الألماني بالتعاون مع بيت المدى وبهذه المناسبة نرحب أيضا بحضور السيدة أنا إيس بولك مديرة معهد جوتا الألماني في العراق ستتضمن جلستنا لهذا اليوم محورين نتحدث في الجزء الأول بها عن مسيرة الفنان راينهارت سيتحدث لنا عن مسيرتي الفنية وكيف تعامل مع فن الكوميك بعد ذلك سيتخلل الحفل معزوفة موسيقية ثم نبدأ بالجزء الثاني من جلستنا سيتحدث فيها السيدة راينهارت أيضا عن كيفية تصوير قصص الواقع من خلال فن الكوميك نتعرف أكثر من السيدة راينهارت عن فن الكوميك نعرف أنه قد يكون شيء جديد بالنسبة للمجتمع العراقي لكن نتعرف اليوم على المزيد من هذه ولذلك نحن اليوم متواجدين هنا ونتمنى لحضرتكم طيبة الأوقات معنا نحن اليوم متواجدين هنا في العراق وفي ذات في هذا البيت الجميل لأتحدث لكم شيء عن الفن الذي أقدمه سأتحدث لحضرتكم عن مسيرتي وكيف وجدت طريقي إلى فن الكوميك وكيف تعاملت مع هذا الفن وكيف طورت نفسي من خلال هذا الفن أنا أشغل بهذا الفن منذ ثلاثين عاما وأودا القول إن هذا الفن تطور حتى أيضا في المانيا على مر هذه السنين تطور حتى في المانيا من الأول لأتحدث لحضرتكم عن المزيد من خلال الكميك كتبات للناظجين والكبار وكذلك كتبات للسير الذاتية تصورة للسير الذاتية للشخصية من خلال فن الكوميك نعم 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 وحضرتكم في المانياس نعم 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 في هذا الوقت لم يكن فنن الكميك معروف في المانيا وإنما كان فقط مختصر على شريحة الأطفال وشريحة الشباب من خلال قصص يعني للأطفال وشباب وتتحدث كانت عن الشخصية البطولية Superheld لكنني أردت أن أتحدث من خلال الكميك عن المسائل السياسية والمواضيع السياسية والمواضيع الأخرى التي يهتم بها أو تسرعي اهتمام الناديوية لذلك قد تحدثت عن دارين نشر المشهور التي تعمل معها وكل مواضيع انه على خلال الناديوية والمواضيع الأيضة وذلك قد تحدثت مع دارين نشر المشهور الذي يتعمل معها هل تتحدث معهم بأنني أرغب تسوير قصص للناظجين من خلال هذا الفن؟ ويقعدت مع دار النشر في رقبتي في أن أصدر أو ألف حكاية مصورة لذلك إنساني أني أرغب تسويرية تمثل حكاية أو قصة التطرق فيها إلى المواضيع السياسية والاجتماعية وكل ما يهم الانسان ومع أول كتاب الذي أصدقه في المنزل في المنزل وحقق نجاحن بالغان هذا الكتاب وصبح من البسالة في المانيا وقد تم ترجمته إلى 15 لغا وقد جلبت لحضراتكم هذا القصة المصورة التي قمت بها ونا رأى حينما نتصفحها بأنها يعني كتابا ضخم الحجم نوعا ما من بهذا المجال وهو عبارة عن قصة المصورة مترجمة هذه من المانيا إلى الانجلسية ونتحدث عن سيرة ذاتية و بعد كتابي الأول الذي ألفته هو عن المغني جوني كش قمت بصدار هذه القصة المصورة أيضا عن حيات الثوري في دل كسرو وتحدث فيه عن الثورة في كوبا ومثلما تشاهدون حضراتكم أنا أميل للأسود والأبيض يعني أتجنب دائمن الألوان في رسوماتي غالبا ما ألجأ الألونين الأبيض والأسود والأستعمل الفرشات والقماش في القصة المصورة هذا هي أميلة تشاهدون حضراتكم في برلين حيث أأتي أنا أأتي من مدينة برلين والأسود 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 التي تتحدث عن المدينة والحيات في مدينة برلين هذه الأعمل هي أطبعاتهم وليس أمر حضراتكم من ساعيدة تشاهدون وليس هذه الأعمل هي من الأسود والأسود والأسود الثورية وهو يشمل قصص ليست واقعية وإنما قصص قمتو أنا بإيجادها وإختراعها Die Geschichte war kein großer Erfolg also habe ich mich wieder an die historischen und politischen Themen orientiert und das hier ist seine Arbeit das heißt Berliner Mythen Berliner Mythen mythologische و هذا الكتاب يتضمن قصص ما زجتو فيها بين السياسة والحيات الاجتماعية في برلين و هو لا يتضمن مثلما قلتو قصص حقيقية وإنما قصص قصص حيالية في كل مدينة هناك بالتأكيد قصص وإساطير وخرافات قد نسمعها تتوالى على مر الاسور التي يعيشها الانسان وقد قمتو بجمع هذه الحكايات والأساطير التي تروا عن هذه المدينة وما زجتو بها شيئا من الهزل والكوميديا وقام بسرد هذه الحكايات سائق تكسي في برلين و يقوم سائق التكسي في هذه الحكايات بقصص الحكايات على الركاب الذين يسعدون معه و يحكي لهم عن كل المدين التي يوصل بها الزباعن لديه في السيارة ويوجد أيضا قصص عن الحرب وقصص عن الوقت الحالي والأسر الحالي إلى برلين وعندما نجمع هذه الحكايات سائق تتوالى على مدينة برلين وعندما نجمع هذه الحكايات سائق تتوالى على مدينة برلين وعندما نجمع هذه الحكايات سائق تتوالى على مدينة برلينة 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 هذا الكتاب أعتقد موضوعه مهم جدا لأنني تحدثت فيه عن اللجوء وعن مسألة الهروب من البلدان وخاصة أن هذا الموضوع كان موضوعا مشهورا جدا في المانيا منذ عام 2014 وحققة شهرة الواسعة هذا الموضوع ويحن تتحدث بتحدث عن شهرت أفريق אנ分ة برلينة 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 يعني سيرة ذاتية. وهو يتحدث عن العداء الأولمبياء التي تأتي من السومال سامية عمر التي وصلت إلى الأولمبيات. لكنها كانت تأتي من السومال وقد ساهمت في الأولمبيات وقد ساهمت أيضا في الأولمبيات ولكنها لم تتمكن من ذلك بسبب الهرب التي تشبت في السومال وتاريخ وصلت على الأولمبيات وأنها لا تتمكن من هذا الهرب ولم تنجو من هذا الهرب ولكنها قصة مأساوية حقاً لكنني أردت من خلال هذه القصة أن أوضح إلى كل الذين يرغبون باللجوء وتركبالدانهم إلى أن أسرع انتباههم إلى المخاطر التي قد تواجههم حتى أنه تذهب أرواحهم سدى من أجل ذلك كانت هذه القصة من هذا الكتاب مهمة جداً بالنسبة لي وعلى أثارها تم دعوة من قبل معهد غيطة والمعهد لفرنسي لإقامة معايشة في مخيمات اللاجئين في أربيل سأخبركم على المخاطر من هذه القصة وحضروا لحضركم هذا الكتاب المصورة التي قمت بها وي تتحدث باللغة العربية وي تتحدث باللغة العربية وي تتحدث ما شاهدته في أربيل سأخبركم على المخيمات اللاجئين في أرواحهم هذا الكتاب قمت بتأليفه قبل سسنوات تقريبا ويتحدث عن الحياة وقد استمتعت جدا أثناء تأليف هذا الكتاب لعمل المباشر مع المغني ذاته ومنذ بداية عملنا بهذا الكتاب اتفقت أنا والمغني أن لا نقوم بسرد قصة عادية يعني سرد السيرات الذاتية بشكل ونمطي وعادي لذلك حاولتو بقص حكايته وصيراته ذاتية بإسلوب الحكايت والأساطير الرواية وقد قمت بمسج الحكايت التي مرر بسردت ذاتية بإسلوب الحكايت وقد استمتعت جدا أثناء عمله بهذا لأن حكايت المغني نفسها هي كانت مشاوقة ومليئة بالحيوية ومليئة بالنتاجات الثرية وكان العمل ممتعا لأنني أحاول دائما في سرد السيرات الذاتية أن أتحدث عن واقع وان أمسجه بإسلوب الحكايت لكي أحاقق شيئا من التنوع بهذا المجال وليكون السرد السير ممتعا أكثر وحنا تشاهدون حضراتكم بعض الصفحات من كتاب الحديث عن المغني وأنا مجالة بإسلوب الحديث عن أكثر من من المغني من المغني انه لأجاز في مسجان ما هو مجال ومنغ الذي تشاهدون القتاب الحديث عن أكثر من المغني بالسجان على بداية من المغني هذا كان جزء من قصة انا كفنان و انا اعد من الفنانين و رسمين المحظوظين في المانيا الذين يستطيعون العيش من فنها وذلك لأن الفن المانيا في المانيا سنوات الاخيرة احتمام وصفه مطرور على الناس لكن الفنانين في المانيا في المانيا يستطيعون العيش من فنها هل يمكنك في الكثير من الاشتراك في التعبير وفي أشترك وفي أشترك وفي أشترك لذلك كثير من الأشتراك يطبقون الاختبار والشتركات والإعادات وفي أجل العيش لكننا يبقى ينبض إلى الحكاية المصورة لذلك نسأل جاهدين دائما إلى أن نكثف جهودنا في نتاجات الحكاية المصورة من خلال فن الكوميك وستحدث لحضراتكم بعد قليل عن كيفية تصوير القصص من خلال فن الكوميك قصص الواقع اليوم من خلال فن الكوميك حظرنا الكريمة الآن انتهينا من الجزء الأول نشكر حسن استماعكم لنا نستمع الآن إلى مقطوعة موسيقية للعازف الموسيقي السيد أيوب وبعدها سنكمل الجزء الثاني من حوال سيد إيهاب وبعدها سنكمل الجزء الثاني إن شاء الله شكرا للمشاهدة 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 المترجم للقناة 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 ونعم بها ونعم بها أكبرتها أكبر على المساعدة إذا كان لديها أشخاص من الرسم لأنها تستعمل قلم الرساس في رسم اللغرافق ونعم بها وأتحديث لديها أكبر ونعم بها أكبر ونعم بها وأتحديث فيها ونعم بها كثيرا كتبها تتحدث عن الجانب التاريخي للمدينة و هذا هو ما يميز اسلوبها في أنها تتطرق دائما إلى الجانب التاريخي للمدينة ويتم إصدار كتبها أيضا في نفس دار النشر التي أتعامل معها أنا كوليسن كوليسن؟ كوليسن؟ كوليسن 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 يتطرق دائما إلى الجانب التاريخي للمدينة التي أتعامل معها أنا في المانيا لذلك نشأت بيننا ما نسميه أيضا بصداقت فن الكوميك و هذا السورة الثانية هي لزميلي الآخر ويدعى فلخ أسلوبه يختلف تماما لأنه يتعامل مع تقنية الديجيطال و لكنه يتعامل مع مدينة و يتعامل مع بكاته يتعامل مع مدينة بلينة وفي هذا الكتابي هذا قام بجمع القصص التي تتحدث عن برلين تتحدث عن مجموعات قصص جمعه وعن الحقب هاديه وهاديه السورة لزميلة باربارالين باربارالين تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب باربارالين تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب باربارالين تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب وفي كتابها إرامينا تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب وفي كتابها إرامينا تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب باربارالين تتحدث عن مجموعات قوة وعن الحقب وقد قمت محاضرات عدة تناولت كتابها هذا في المدارس مثلا تم اللجوء إلى فن الكوميك من أجل قصة سياسية واجتماعية من خلال فن الكوميك مثلا ذلك بأمين او هذا بحثي من خلال فن الكوميك من خلال فن الكوميك من خلال فن الكوميك وعلى سبيل مثال أذكر مثلا الكتب التي تم تناولها في المدارس مثل كتاب أمين وكتابي الذي قمت بتأليف عن العداة الصومالية بالإضافة إلى ذلك فإنة باربارة قامت بأمين من خلال فن الكوميك من خلال فن الكوميك من خلال فن الكوميك وقامت بي تسوير هذا ما تشاهده في المدارس المصورة التي تقوم بها ونشاهد هنا على شاشة العرض واحد من أعمالها ففي هذه السورة مثلا تتحدث عن مدينة القاهرة وكيف الناس يشتازون الإشارات المرورية والشوارع مشاهدة من خلال فن الكوميك من خلال فن المكتابل في المدارس المرورية وهذه السورة هي لزميلة لينهوفن وهذه السورة هي لزميلة لينهوفن وهو لينهوفن يوجد ملكات نشغر ثم يشبه وانت إضافي بسيارها ترامل التكامير، لأنها تعمل من مادة كارتون إصوار واندا ويطر هذه الكارتون إصوار شغل شوية ومن هذه المادة و هذه التقنية قامت بتأليف كتبه ويتميل أيضا إلى قصصص تحدث عن جيل الشباب وعن يعني الناديجين و تحدثت أيضا عن عائلتها في المانيا و أصبحت هذه القصة مشهورة جدا في المانيا فتخيلوا حضراتكم أنها تقوم بكل قصة يعني في حق هذا الكارتون الأسود لذلك يستمر العمل به وقت طويل من أجل أن يظهر الجزء الأبيض للكتابة و هذه القصة يسمى تم تندر و هذه القصة يسمى تم تندر تم تندر قصة يسمى تم تندر و هذا القصة يسمى تم تندر و هذا القصة يسمى تم تندر ولكنه أيضا لديه مجموعة جديدة لديه مجموعة تنطان هذا هو مجموعة تنطان وعنى كميك فيه كميك فيه وإنه يختلف وإنه يختلف وإنه يختلف لأنه تأثير أيضاً في الرسام الكوميك الفرنسي كيف يسمى؟ Tim Unstrupi يعني اسمه Tim Unstrupi هو تأثير جيدة معقل في الرسام الكوميك الفرنسي Tim Unstrupi وليسة صفحة وعنى إحلالك إنه في بلين يمكن أن يبدوا في العلصة وإضافيهي بسيارة وشفة وهذا زميلي مابيل ونحن نعمل معه مابيل لهو اسلوب أيضا معين ونحن نعمل معه 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 التي يسردها هو هنا فإنه يتطرق أيضا إلى الواقع السياسي للمدينة مثلا إنه يتطرق إلى مرحلة طفولتها التي عاش في زمن ألمانيا الدمقراطية ومن خلالها نقصب سورة عن الواقع المعيشة في ذلك الوقت وفي نهاية القصة يسرد لنا لحظة إنه يتطرق برين ومن خلال الزمن يتطرق إلى الواقع السياسي للمدينة نلاحظ هنا ونشاهد من خلال هذه القصة كيف أن المرحلة الشباب وكيف أن الجيل الشباب سيعيش الهيات من جديد بعد انهيار الجدار بين الجزئي برلين. وكيف أن المرحلة الشباب من جديد على مرحلة الشباب السيئي برية الحياة من جديد على منظر المرحلة الشباب. وهذا هو رسالة فن الكميك رسالة فن الكميكة رسالة فن الكميكة التي تكمن في إظهار الجانب الشخصي بأي واقع حياتي نعيشه في الوقت الرهن مددينة المددينة المددينة مددينة كلها في المددينة كيف يسمى أهلاً؟ أعنى يشك هذه هي أيضاً إلى زميلة عرنيشك وهو ينشير نتاجاتي أيضاً في نفس سارة الناشر التي أتعامل معها هذا هو مكتب أكبر أكبر أن تتحدث هذه القصة المصورة أيضاً عن والجيش العسكري في العراق والألماني في العراق وهو يتعامل كثيراً مع الأفلام السينمائية إ셔야تعامل كثيراً عن الأماني في العراق والأماني في القصة المصورية وهو يتعامل مع الأفلام السينمائية والقصة أيضاً مقابلات في عراقات في عراقات في العراق والعمال وهو يتعامل أكبر في العراقات ستقوم بإمجازة أفلامه وهي مؤثرة جدا وهو سرده هو واقع جدا لأنه يتطرق إلى قصص ملموسة من الواقع وفا عمله الأخير مثلا يحمل عنوان بغداد برلين استند في قصتي هذه على مسلسل عرضة في التلفزيون الالماني بهذا الاسم ويجد انه من المنتج جدا قراءت قصصي لأنه عندما تقرأها تشعر بأنها فيلم يمرر أمامك يجب أن تشعر بحركة الكاميرا وكيف تنتقل بين المشاهد وكذلك تجد هناك تقنيات عدة أثناء تصويره لهذه القصة تلمسا أثناء القراءة هذا هو زميل ميشايل رص وهذا زميل ميشايل رص وهو شاب جدا ومعروف أيضا في المانيا من خلال الستيل الذي يستعمله في فن الكمن وهو يستعمل تقريبا كافة الأدوات أثناء رسوماته مثلا القطع القماش والأسباغ المائية والألوان وقصصه أيضا تتحدث عن جانب الشخصي بجانب كبير لكنه أيضا يربطها بصور واقعية من خلال الوضع الذي يعيشه وقصصه أيضا تتحدث عن جانب الشخص يتحدث عن جانب الشخص وقصصه أيضا تتحدث عن جانب الشخص وقد تتعامل من أجل كتابه هذا مع مصحة للأمراض النفسية وماذا تتعامل من أجل كتابه هذا مع مصحة للأمراض النفسية؟ لقد تحدثت لحضراتكم الآن في هذا العرض السريع عن بعض من زملائي في المهنة هذه وهناك أكيد الكثير للتحدث عنه في مجال فن الكميك سنة تحدث في هذا الجزء القادم عن ربورتاج فن الكميك سنة تحدثت لحضراتكم الآن كيف يتم تطويع فن الكميك من أجل تسوير قصص واقعية؟ سنة تحدثت لحضراتكم الآن في المهنة في المهنة في المهنة في المهنة في المهنة في المهنة وتحدث بالنسبة بالتعامل بالمهنة في المهنة التي سكن تم جisión في المهنة في المهنة في المهنة في مهنة في المهنة وبإمكانكن يتعامل那個 ما يح Bill Eagle وكم يجب على تدار الأمز dellناس ومكتعدهم إلى الأمزة في المهنة في المهنة en الصحة ومن ثم يبدأ الأمر ممتلت بشكل جديد من المستوى السائل ومن ثم هذا أصبحت الاجتماعيات في المستوى السائل والمهمة وهو يتنقل دائما إلى الأماكن الكثيرة الأزامات مثل فلسطين وفلسطين وهو يتحدث ما يعيشه في هذه المدن وهو يتحدث في هذه البلدان بعمله الصحفي ثم بعد ذلك في الستوديو خاص بمنزله يقوم بتحويل هذه المشاهد وهو يتحدث في هذه البلدان بعمله الصحفي إلى قصص مصورة كوميك وهو يتحدث في هذه البلدان بعمله الصحفي أريد أن أعرضه لكم يدعى الفوتوغراف يحمل عنوان الفوتوغراف المصور و هو يعود إلى رسام فرنسي إمانوال و هو عمل شيء جدا وشتهرة كثيرا في المانيا لأنه تحديث في عمل هذا عن مصور عملا في أفغانستان و هو سمحا له أن يستعمل و هو عمل هذا الفوتوغراف و هو عمل هذا الرسام في قصصه المصورة بالكومي لذلك نجد أن هنا أصباح مزاواجة بين السور والفوتوغراف و بين الأرض والتصوير لهم و يترابط جميعهم أو كلهم يترابط بشكل وثيق جدا بحيث يصدر لنا بورترى مصور أخير يكون لنا بورترى واحد أخير إنها قصصة هذه تصوور والعمل الذي قام به هذا المصور من خلال بأثت أطباء بلا حدود والذي قام بمعايشته و تصوير هذا المعايشته في هذه الفترة و هذا العمل يعود إلى رسام إيطالي يدعى إيغورت و قد تحدث كثيرا عن الوضع بين رسيا و أخرايا و في قصصه القصيرة التي تدعى جزء منها البيت الروسي والآخر البيت الأوكراني يتحدث عن الشخصيات السياسية المهمة لهذه البلدين و المعلومات التي حصل عليها عن الواقع هذا و هذا العمل هو المعلومات التي تدعى منها هو عادة Aww و هذا هو آخر عمل له تحدث به عن موضوع مهم جدا و هو التغير البيع و المناخي ويظهر في كتابه هذا أي إمكانيات الموجودة التي بإمكاننا أن نتعامل من خلالها مع التغيير المناخي ويظهر في الوقت أن هذا في الوقت أنه قاسي لكنه وجد اسلوب ولغة بسيطة من أجل التعامل مع هذا الموضوع ويظهر في الوقت أنه قاسي ويظهر في الوقت أنه قاسي ويظهر في الوقت أنه قاسي فقد جمع معلومات حول هذا الموضوع وقام بإجراء نتاج قصص مصورة عن هذا الموضوع ويظهر في الوقت أنه قاسي بإجراء نتاج قاسي ويظهر في الوقت أنه قاسي بإجراء نتاج قاسي ويظهر في هذا الموضوع ويظهر في الوقت أنه قاسي بإجراء نتاج قاسي ويظهر في الوقت أنه قاسي بإجراء نتاج قاسي ويظهر في الوقت أنه قاسي بإجراء نتاج قاسي وقد نجحة أيضا في تسوير ردفعل أو يعني في تسوير الالسياسيون في الحكومات إذا هذا الموضوع و تطرق إليه وعرى الحقائق بهه هذا هو كتاب جاد جدا من خلال الموضوع الذي يتناوله وفي نفس الوقت مسل ومشوق وفي اسلوب فكاهي مرة أعودي الآن لي أنا شخصيان فأنا شتغلت أيضا في ربورتاجات فن الكمي هذا هو أول كتاب ريبورتاج إليه يدعى هوانا وهو يروي السفر التي قمت بها إلى مدينة كوبا إلى كوبا عفوان لمدت شهر وقد تحدثت في عن شخصية الفيدل كسرو وقمت بإعداد رسومات بهذا الشأن و بإمكاني أن أمرر الكتاب على حضراتكم لتطلو عليه وحاولت من خلال هذه الرسومات أن أصور مقتطفات عن الشارع والحياة في مدينة هفانا وفي كوبا بسورة عامة وقمت بجمع كل هذه الحكاية في هذا الكتاب وقمت بجمع كل هذه الحكاية في هذا الكتاب الذي يتحدث عن هفانا وقمت بجمع كل هذا الكتاب وقمت بجمع كل هذا الكتاب وقمت بجمع كل هذا الكتاب أثناء زيارتي لهذه البلدان وأقوم برسم المشاهدة التي أشاهدها في الشوارع والحياة العامة وقمت بجمع كل هذه الحكاية في هذه الحكاية وأيضا هذه الحكاية التي أشاهدها في هذه الحكاية وأيضا هذه الحكاية التي أعيش أن أعيش أن أعيش في هذه الحكاية أقوم بنقلها إلى القراء من خلال رسوماتي هل وثقمت بجمع كل هذا الكتاب تمس من المشاهدة في الحكاية من خلال الميديا وسألة علام يرى المر قصة كثيرة عن اللاجئين لكنني في هذا الكتاب أريد أن أتطرق إلى قصة حقيقية واقعية للاجئة وأعتقد أن من خلال هذا الكتاب مثلا يستطيع المر أو أستطيع أن أصور قصة واقعية حقيقية وأعتقد أن هذا الموضوع بشكل مباشر و بشكل ذاتي من خلال يعني سرد الخصة ذاتي وفي هذا المجال مثلا تحددت مع أطفال ومع كبار ومع الشباب وكان ممتع بالنسبة لكل هؤلاء القرى بمختلف الشارع أن يشاهدوا أو أن يعلموا أن هذا الكتاب هو تصوير لشخصية واقعية تم تصويرها بهذا الكتاب لهم أن تصويرها جيدة وكانت تصويرها في الواقع وأدركوا تماما إنها شخصية واقعية شخصية موجودة في الواقع و هذا فتح طريقا مباشرة نحو مشاعر الأطفال هؤلاء والطلبة التلاميذ و أعتقد أنه هذا هو الرسالة القوية لفن الكميك أنه يمس مشاعر الأطفال و يصل إلى مشاعرهم بشكل مباشر نحن نشاهد دائما صور لالاجئين والمهاجرين لكننا لا نعلم القصة الواقعية التي تكمن خلف كل شخصية نشاهدها في السورة و أعتقد أن الكميك يستطيع أن يرول كثير من المباشرة التي تأكس التجارب أو الشخصية الواقعية هل هذه الأشخاص من المباشرة التي تعملت في الواقع؟ هل هذه الأشخاص من المباشرة التي تعملت في الواقع؟ و هذا الواقع يكن من المباشرة التي تعملت في الواقع الكثير من المباشرة في المخيمة كثير من المخيمات في أحد الأمخيمة في الواقع الكثير من المخيمة وقد تحدثت مع الكثير من الاجئين هناك في هذا المخيم الذين كانوا قادمين من سوريا وقد حاولت أن أمزج هذه الحكايات والقصص التي سمعتها مع فن الكمي وقد حاولت أن أمزج هذه الحكايات والقصص التي سمعتها مع فن الكمي وقد توثقت لي علاقة وثيقة جدا مع الأطفال في هذه الفترة المعايشة هذه مثلاً كانت لي علاقة وثيقة مع أحد الفتيات تدعى داليا التي رسمت لي صورة شخصية وتشاهدون حضرتكم على الجانب الأيسر من اللاوحة جيدة لنريد أن أزمر المعايشة على الحديث هذا هو صورة أخضرت بطريقة سنجيلة وبدأت بطريقة معنا حالة كانت لقرات رائعة وبطريقة أخضرت بطريقة سنجحة وأيضا لضع الأشخاص الأشخاص أخضرت بطريقة سنجحة وعلى جانب الأيمن تشاهدون حضراتكم أحد السور التي قام بها أحد الشباب في ورشة الرسم التي قمت بها معهم أجريتها معهم قام برسمها وأجد إنها سور مؤثرة بل أكثر السور تأثيرا في نفسي التي شاهدتها في هذه الورشة وفي الوصف نشاهد رجل يحمل السلاح ويبكي بنفس الوقت وهادي بالنسبة لأيضان سور مؤثرة عاطفيا جدا وأجد إنها سور مؤثرة جدا تستطيع قول المزيد عن الحروب أكثر من المقالات والأخبار التي تكتب عن الحروب هذه سورة مؤثرة أكثر من المقالات و هذا هو أحد الأمثلة التي نستدل من خلاله عن مدى قوة من المقالات في تصوير أو التعبير عن المشاعر والمواقف والمواضيع بأكملها وأنا متشوق أيضا لزيارة القادمة في الأيام القادمة إلى المخيمات في أربيل لأنه قد مضى تقريبا ثماني سنوات من زيارة القادمة لها وأنا متشوق لمعرفة المزيد الذي حدث أثناء هذه الفترة بالتأكير وأنا متشوق أيضا لأنني سألتقي المترجم هناك الذي ألتقي به أول مرة و هو ما زال يقتون هناك و ربما سأقوم أيضا بكتابة قصة أخرى عن هذه الفترة و الآن أود أن أتعرف على بعض الأسئلة من حضراتكم إن وجدت في ما يخص فن الكميك لكي تتسنى لي الفرسة الإجابة عنها ترجمة أتعرف على الكتابات أتعرف على السابق ترجمة أتعرف وأتعرف على السابقر قادمة هل يمكنني أن أعيد السؤال بالعرابي؟ كيف يمكنني أن أكتبها وإغانالي كيف يمكنني أن أكلم أن أذكر بمنامه؟ ما تفكروني أين أكتبت فيديو أكتبت أكتب؟ ما تفكروني أكتبت أكتب في أحسابيه؟ هناك يوجد جانبين هناك بيوغرافين عن موسيقى مثل جوني كش أو نيب كيف أو ديفيد بوي هل أتنويل الأفكرة من خلال السيرة الذاتية مثل ما قمت بها عن جون كش و الأخرين هذا هو موسيقى هذا هو موسيقى لأنه موسيقى لأنه موسيقى هذا هو موسيقى لأنني أكتب دائما عن المغنين الذين أثر بي و أنا من المعجبين بها و الأخرين هذا هو موسيقى مثل هذا بيوغرافين أو هذا بيوغرافين أو هذا بيوغرافين إنه أتطرق إلى المواضيع السياسية في كتابة القصص المصورة مثل كتابي عن العداء السومالية ومثل كتابي عن ويدل كسر ومدينة هاوانة أتطرق إلى المغنين وأتطرق إلى المغنين وأتطرق إلى المغنين وأتطرق إلى المغنين وأتطرق إلى هذه القصص شيئا من رؤية الشخصية ومن جانب الشخصية إذا هذا الموضوع بالتجميع كتابي عن؟ في فيديل كسر ومدينة هاوانة أتطرق إلى المغنين في الكتاب كتابي الذي تناولته به شخصية فيديل كسر ومدينة هاوانة في الجهر إلى كوبا والبقاء هناك للشهر كامل في تحديد التحديد عن تصمير يوسف امار على الحديث عن تصمير يوسف امار قمت بتحديث مع ايلتها نفسها ومع شقيقتها وفي كتاب الآخر الملاكم قمتوا أيضا بالتحدث مع أفراد عائلته لكي أكسب معلومات أكثر عن شخصيته وعليه فأنا كذلك أجمع معلومات كافية عن الشخصية عن المدينة التي نشأ بها وعن العصر الذي عايشه وأحاول حينها بنسج قصة عن هذه المعلومات وأنا أخذ بنظر الإعتبار ماذا تعني هذه القصة بالنسبة لي وماذا أريد أن أقول من خلالها فهناك مثلا القصة التي تتناول الشخصية منذ الطفولة ومرحلة الشباب مرحلة الدراسة مرحلة العمل في مرحله العمرية وكيف يعني حقق ذاته وظيفيا مهنيا مثلا في فدل كسرو يتحدث عن سيدة ومعه المدينة إلى سيدة ومعه المدينة لكن هناك أخرى مثلا في قصة فدل كسرو تحدثت أولا عن قصة حياته منذ طفولته وحتى مرحله العامل لكن مرتفع أثرت عن قصة أخذت الأشياء ومثلاح على مرحله العملة ومثلاح يتحدث عن قصة حياتهم وهذا الموضوع كان مهم بالنسبة لي من خلال التحدث عن شخصية بيدل كاسترو والثورة التي قام بها و بعد أن أصبح كل شيء واضحاً أمامي بدأت بناسج القصة منذ البداية بمارحلتها الأولى يعني بمارحلتها السكريب وكأنني أمام تصوير فيلم سينماي و بعد أن أكتملت أمامي القصة بنسختها الأولى قمت الآن برسم القصة من خلال شخصيات Also ich habe eine Handlung, ich habe Dialoge und das muss ich umsetzen in einzelne Bilder فأصبح أمامي مثلاً القصة ثم الشخصيات وقمت الآن بإجراء رسومات تتبع القصة من خلال الشخصيات وفي هذا الشخصيات أمامي abisson وكل التقنيات التي يتيحها لي فن الكميك من أجل تصوير هذه القصة Also ich kann mit der Komposition spielen Ich kann die Perspektive Ich kann mit dem Text spielen Alles was ich machen kann nutze ich um diese Geschichte zu erzählen مثلا أجري بعض التغيرات ومارسوا كلمة اللعب مثلا ألعب بالفكرة نفسها وألعب حتى في مسر الأحداث في كل ما يتيح لي فن الكميك من أجل أن انسجة القصة بالشكل هالأخير In diesem Prozess verbrauche ich wahnsinnig viel Papier weil ich ganz viel zeichne und dann وفي هذه العملية أصرف الكثير من الوراق لأنني أقوم بإجراء الرسومات وأحنا لم يعجبنا الرسم أرمية هذه وألجأ إلى رسومات أخرى وهكذا Ok 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 Nukhaina Frag Ok 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 لم يكتسل نشرها على الكتب فقط بل تم نشرها أيضا في جزء صغير من المجلات والصحف وفي أعمالي مثلا أنا أعملت أو قدمت بعضا منها أيضا حتى إلى التلفاز وهناك أيضا بعض الأفلام والوثائقية التي تستند أيضا على قصص الكميك أنا أعتقد أنني أعطي شيئا معه نعم 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 هذا هو موضوع مجرد من أجلسي للمشاعدة الفلومية من مجرد مراقبة من الوقت وقامت هنا بالتأليف في المشيق جدا يتحدث عن أخيها ويتحدث عن أخيها الذي كان صحفي ثم شارك في الحرب في البوسنين وفي كل مواقع الذي كان عروس في المشيق enjoyedها ودخل في كل مواقع التي لم يتحفر لدها صحرر شخصية عنه ونقامت بالإستعاذ عنها في رسومات الكوميك لتصور يعني الجزء الحدث في حياته هذا لذلك نشاهد في هذا الكتاب صور شخصية عن أخيها ورسومات قامت هي بإعدادها عن أخيها وقامت بدمج كلاهما معا من أجل نسجة وقامت بدمج كلاهما معا من أجل نشاهد في هذا الكتاب صور شخصية عن أخيها ونجد أن هناك الكثير من الأرسومات التي كان لها تأبير مؤثر جدا أسألة أخرى عفوا نعم أستاذ تفضل بس الميكروفون ترجمة نانسي قد تنقلها مثل ما هي كوبي بيست أم تحرم فيها ولماذا لا تستعمل الصورة الفوتوغرافية ذاتها هي نفسها من أجل الوقت أو ما هي الفكرة هل تريد توصل الفكرة إلى الطفل أو ماذا تقصد بالرسم الصورة الصورة نفسها ليش ترسمها كوهية استعمل الصورة نفسها السؤال هو، ما هي المصرات الخاصية التي تشتريفها؟ ما هي المصرات الخاصية التي تشتريفها؟ يجب أن يشجعون تدعوني مجرد صفحياتهم يمكن أن تدعوني مجرد صفحياتهم ويجب أن يشجعون تدعوني هذا سيكون مجرد ولكنني أعتقد أن تدعوني بسيطة أموت أموت من خلال أموت هذه فكرة ممتعة وممكن أن يكون حل سريع جدا لكني أجد أن الرسومات التعبيرية لديها قوة أكثر في التعبير أكثر من الصورة نفسها حسنا حسنا سيكون لك مجال تحريف الصورة أو تنقلها نفسها مثل ما هي أو تضيف عليها مثل ما إحنا عدنا مجال بالفوتوشوب ونضيف حسنا سيكون لكم أو بخوط أجد إحنا تلت به حل تحريف صورة ؟ سيكون الأهمية في التعبير أن يفعل أن يفعل هذا بأن أعطائم أخذي ممكن أن الجديد نآن في استشاءهم و gayتنائي يعطيي الاعجابات لتعديلات لهذه مدعبات لا تنقل المشهد مثل ما هو بينما أنا بإمكاني من خلال رسوماتي أن أركز على جزء معين من هذه الصورة وأن أتغاذى عن الجزء الآخر تقدرست تعمل الفوتوشوب أيضاً بالصورة يعني تقدرست تعمل الفوتوشوب أيضاً بالصورة أنت نفس الصورة تضيف عليها؟ ستحرم بها؟ ستحرم بها؟ نعم أجاب عن هذا السؤال أجاب عن هذا السؤال سيحرم بها سيحرم بها؟ نعم فعندما يجب أن أخذ في هذه الأخرى وأن أبدا أخذ أيضاً سيحرم بعض الأخرى سؤال الثالة سؤال الثالة سؤال الثالة سؤال الثالة سؤال الثالة احسر؟ أحسر أنا أحسر أحسر مجملة فديمة أن تحرم بها على طريق حالة من مسل المثار تم نظام أجد أنه من الممتع في الرسومات وأنه لديها قوة تعبير فمثلا نجد أن هناك رسوم يشمل حركة دائرية فقط وفيها بعض النقاط الثلاث هي تعبير عن شخصية كاملة وتعبير عن حدث كامل يكون شكرا جزيلا شكرا جزيلا